بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنيئة إلى فخامة رئيس البهجي قائد السبسي رئيس جمهورية التونسية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية أعرب جلالته فيها عن أطيب تهنيه وتمنياته لفخامته بمنفور الصحة والسعادة والعمر المديدة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيدة من التقدم والازدهار بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنيئة إلى فخامة رئيس البهجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية ضمنها سمو خالص تهنيه وتمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والتطور كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله برقية تهنيئة ممثلة إلى معالي السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي مهني أن سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنيئة إلى فخامة الرئيس البهجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أعرب سمو فيها عن أطيب تهنيه بمناسبة عيد الجمهورية متمنيا سمو للعهد لفخامته دوما الصحة والسعادة ولتونس ولشعبها الشقيق تراد التقدم والنماء